السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار هذا الفيديو يخص نموذج رقم ثلاثة من فرض مادة النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة من الدورة الثانية الموسم الدراسي 2020-2021 الفروض لكتخص مرحبا بكم إذن في هذا الفيديو كما قلت لكم سوف ندير معكم فرض في مادة النشاط العلمي وبالضبط النموذج رقم ثلاثة اللي باقي ما تفرش في الفروض اللي درت في القناة لحد الساعة درت مجموعة من الفروض الخاصة بالمستوى الخامس والسادس بالنسبة لمادة النشاط العلمي واللغة الفرنسية وباقي فروض أخرى إن شاء الله غير زيدوا تبعوا القناة إذن اليوم وصلنا لنموذج رقم ثلاثة في مادة النشاط العلمي اللي كترى في المستوى الخامس من هل النشاط العلمي والواضح في النشاط العلمي إذن عندير بعض الانشيطة كما أعودكم نشاط باللغة الفرنسية نشاط باللغة العربية نشاط باللغة الفرنسية 20غم الماء 20غم الخامير 10غم السل الذي هو الملح صعبك؟ نظر السؤال هو سأصنع كالكاست ملانج أذنfast طبعنا الم caffeine أمام الإجابة الصحيحة يعني الإجابة المتعلقة بكتلة الخليط كتلة الخليط يعني إذا جمعنا 400 إذن 400 زائد 300 زائد 20 زائد 10 400 زائد 300 زائد 20 زائد 10 إذن الجواب هو 730 جرام والإجابة الصحيحة هي الإجابة الرقم 3 إذن كتلة الخليط الماسة الملانج هي 730 جرام دكار 730 جرام الآن سننزل نشاط رقم 2 على ثلاثة النقط لتحضير محلول الدواء قامت الممرضة بخلط 5 جرام من مسحوق الدواء بـ 40 جرام من الماء إذن شنو دارس هاد الممرضة جابت واحد الكأس ديال الدواء واحد الكأس مثلا بشربو فيه الدواء شنو دارس عندنا فيه الماء 40 جرام من الماء زادت فيه واحد الملعقة فيها 5 جرام ديال مسحوق السكر ماشي مسحوق السكر عفوا مسحوق الدواء مسحوق الدواء يعني ذاك الدواء اللي غان شربو إذا ودرتو فيه هذا الكأس اللي فيه 40 جرام ديال الماء وحركس مازين سؤال الأول الخليط الناتج متجانس أم غير متجانس في نظركم ذاك الخليط اللي غادي نحصل عليه هو إش غادي يكون متجانس أم غير متجانس إذا الأمر سهل جدا الخليط غادي يكون متجانس لماذا؟ لأنني عندي واحدة كمية قليلة ديال مسحوق السكر مقارنتين بالكمية ديال الماء ومنين نحرك مزيان غادي نحصل على خليط متجانس يعني الكتلة ديال الدواء يعني غادي نعرف الكتلة ديال الدواء كتلة الدواء كتلة الدواء شغادي ندير؟ يعني غادي ندير 40 جرام ديال الماء زائد غادي نزيد عليها 5 جرام ديال مسحوق الدواء يساوي 45 جرام اللي هي كتلة محلول الدواء الكتلة ديال محلول الدواء هي 45 جرام وهي المجموع ديال كتلة الماء زائد كتلة مسحوق الدواء سؤال الثالث يمكن الحصول على الدواء صلب من جديد وذلك باستعمال تقنية الفصل المناسبة يعني هنا سيكون عندي تخلط الدواء مع الماء إذا بغيت نحصل على هذا الدواء دهك ما سحوق الدواء كيف سنحصل عليه ده من بعد ما خلطنا ده خلطت مع الماء وحصلت على خالق مشجاني كيف سنحصل على هذا الدواء بشكل صلب إذا ما هي التقنية التي سنستعمل سنستعمل تقنية التبخر إذا أنا عندي تقنية التصفيق الترشيح تبخر والتكاثف سؤال وأحيطه بخط التقنية المناسبة الجواب الصحيح هو التبخر لماذا؟ لأنه سنحط الخليط الماء ومسحوق السكر على واحد الموقع ومن بعد ذلك الماء سيتبخر ويبقالي في ذلك الإناء ذلك الدواء الصلب إذا التبخر هي التقنية الصحيحة لفصل مكونات خليط متجنس أصلا إحنا عندنا التبخر والتكاثف يمكننا أن نفصل مكونات خليط متجنس وهذا الترشيح وتسفا يمكننا أن نفصل مكونات خليط غير متجنس مفون؟ الآن سنضيف النشاط الرقم 3 إذا أصل بخط البطاقات المناسبة عندي هنا قابلية الذوابان عندي سرعة الذوابان وهنا عندي تحريك الخليط درجة الحرارة حجم الحبيبات وطبيعة الموذر إذا هنا عندي قابلية الذوابان قابلية الذوابان بماذا تتعلق؟ إذا أولا قابلية الذوابان تتعلق بطبيعة م distributions وكذلك تتعلق بحجم الحبيبات حجم المحبيبات بالنسبة لأ سرعة الذوابان تتعلق بتحريك الخليط يعني كلما حركت الخليط بشكل كبير الآن السرعة تكون الدوابان كبيرة والعلبة الثقبية وبالنسبة هذا القد التفاصيل لأنه ق明ضية الحبيبات وكذلك ا regarder تحجم الحبيبات يعني حجم الحبيبات حتى هو عنده علاقة بسرعة الدوابن كل ما كان القد للحبيبات صغير كل ما كان سرعة الدوابن أكبر ما فهم أنا غدين نمرو للنشاط الرابع والأخير اللي فيه السؤال ديال صحيح أو خطأ إذا نجيب بصحيح أو خطأ ندير بعض العبارات غدين ندير صحيح نايا إذا كانت الإجابة أو العبارات صحيحة وغدين ندير خطأ إذا كانت العبارة خاطئة شوفوا العبارة الأولى يعبر عن شدة وزن الجسم بالنيوتون الوزن ديال الجسم نعبر عليه بالنيوتون بوحدة النيوتون واش صحيح أو خطأ يعني الوحدة دياله هي النيوتون نعم صحيح لماذا؟ لأنه كانت تحسب هاد شدة وزن الجسم بالدينامومتر ووحدته هي النيوتون دكوغ إذا عبارة صحيحة نسبة العبارة الثانية لا يمكن للماء أن يذيب جميع المواد إذا هذه عبارة صحيحة صحيح لماذا؟ لأنه الماء ممكنش يذوب جميع المواد جميع المواد صلبة مثلا واش الرمل يمكن له الماء يذوب الرمل لا إذا هل يمكن للماء أن يذيب جميع المواد؟ لا يمكنه أن يذيب جميع المواد نكو نسبة العبارة الثالثة وحدة الكتلة هي القرام وحدة الكتلة هي القرام نعم صحيح الكتلة الوحدة ديالها هي القرام والكيلوغرام نعم ثم العبارة الأخيرة تتغير كتلة جسم سائل بعد تجمده مثلا عندي واحد الكأس ديال الماء كان عندي سائل إذا تحولي إلى قطع من التلج إذا تحولي إلى تلج يعني غدي تغير الكتلة دياله مثلا هنا كان عندي واحد الكيلو جرام أتولي مثلا هنا كيلو جرام وانس مثلا 1,5 مثلا كيلو جرام واش بالصح وهذا القضية لماذا؟ لأن الكتلة لا تتغير بتغير حالة المادة إذا تغيرت للحالة السائلة للصلبة تتبقى نفس الكتلة وإذا تغيرت من الحالة السائلة للصلبة كذلك ستبقى نفس الكتلة إذا الكتلة لا تتغير بتغير حالة المادة وبهذا نكون كم اتلالفيديوديو اليوم كنتمي أنكم تزيدوا الدعمة تربويات من الأستاذ محمد البخاري بالشراك والضغط على زر الجرس باش تحركتكم جميع الفيديوهات Wir are左 ahead of theEM كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته